الجزائريون الراغبون في السفر جو الملزمون بتقديم شهادات طبية تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا والالتزام بوضع الأقنع الواقية وبالتباعد الجسدي لمسافة المتر في مقابل التزام شركات الطيران بفحص حرارة الركاب وتعقيم الطائرات توصيات وأخرى أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني لشركات الطيران التي تسعى لاستئناف نشاطها وسط أزمة فيروس كورونا من بينها الجوية الجزائرية المنظمة أوسط بحصر الدخول إلى المطارات على الركاب وموظفي المطارات وشركات الطيران القواعد تدعو كذلك إلى تحميل تذاكر الصفر على الهواتف وبأشكال أخرى من التكنولوجيا التي لا تعتمد على اللمس ومراقبة الوثائق باعتماد التقنيات الحديثة الإجراءات لا تتوقف هنا بل تلزم الركاب على الصفر بأقل ما يمكن من الحمولة مع حقيبة يد صغيرة ومنع الصحف والمجلات على متن الطائرات وستكون مبيعات المنطقة الحرة محدودة وعلى متن الطائرات يلزم الركاب وضع الكمامات الواقية والحد من التنقل أقل ما يمكن داخل المقصورة وعدم الاستفاف أمام المراحيذ للحد من خطر نقل العدوى لركاب آخرين وستخصص مراحيذ معينة لهم وفق لمقاعدهم وسيتم تزويد المضيفين الجويين بلوازم للحماية الشخصية قد تتضمن أقنع للوجه وقفاسات وكمامات ورغم جملة الإجراءات الصحية إلا أن المنظمة لم توسي بإبقاء مقعد فارغ بين كل مقعدين لضمان التباعد الجسدي والذي يعتبره قطاع الطيران تهديدا للربحية بل تطلب المنظمة من الركاب البقاء بعيدين على بعضهم البعض أكبر مسافة ممكنة